أمسية طيبة للجميع مشاهدين الكرامينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى هذا الموعد حالة الطقس المتوقعة خلال أمسية تاليوم بحول الله اضطراب جوي من ضعيف إلى متوسط الفعالية سيلتحق بالجهة الشمالية للوطن خاصة الشرقية وتمتد نحو الوسطى كذلك الغربية ولكن على الجهة الغربية ستبقى أقل حدة بداية من أواخر ليلة تاليوم إن شاء الله بينما الصفاء تام سيععم تقريبا أغلب الولايات الجنوبية بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأمسية درجات حرارة منخفضة سنسجلها على كل المرتفعات كذلك المدن الداخلية للوطن إن لا تفوق فيها درجات الحرارة عن 7 درجات بينما المدن الساحلية نوعا ما سنسجل فيها درجات حرارة فوق معادلها الفصلي تتراوح ما بين 11 حتى 13 درجة حتى كذلك على شمال الصحرى 14 بيتين دوف وأعلى مقياس يقدر ب15 درجة بوسط الصحرى وستتراوح ما بين 8 درجات إلى 14 درجة بين منطقة الهوغار والتاسيلي وسولا بأقصى الجنوب غدا إن شاء الله تقريبا خلال أصابح الأجواز تبقى ملبدة على الجهة الشمالية الشرقية للوطن في انتظار قدوم اضطراب الجوي بداية من الأيام القليلة القادمة سيبقى متوسطة الفعالية كمية الأمطار محتمل تساقطها ستفوق 25 مليماتر محليا على الوسطى بينما ستفوق 30 على الشرقية للوطن هذا مع الأيام القليلة القادمة ولكن خلال الصبيحة يعني صبيحة الغد إن شاء الله الأجواز تبقى ملبدة نوعا ما على الجهة الشمالية الصافية تماما على الجهة الجنوبية درجات الحرارة إن شاء الله المتوقعة كما قلنا ستنخفض على المدن الساحلية للوطن ستعرف نوعا ما تراجع مغاربة بالأيام الفارطة ستصل إلى 22 درجة على المدن الساحلية الشرقية للوطن والوسطى الشرقية بينما الغربية والوسطى تتراوح فيها ما بين 22 حتى الـ 25 الدرجات 18 إلى 19 المرتفعة كأعلى مقياس يقدر بـ 30 درجة بين وسط الصحر أصولا بأقصى الجنوب ولا تفوق الـ 28 على شبال الصحر أصولا بالجهة الجنوبية الشرقية والغربية حالة البحر تقريبا قليل الإزراب إلى مضطرب مع ظهر إن شاء الله على السواحل الوسطى والشرقية بينما البحر سيكون هادئ على السواحل الغربية للوطن سرعة رياح فيه تقدر ما بين الـ 15 حتى الـ 20 كم في ساعة على السواحل الغربية بينما ستفوق 30 مع الضهيرة على السواحل الوسطى والشرقية اتجاه رياح سيبقى شمال غربي إلى شمال شرقي على طول الشريط الساحلي بالملاحة والصيد البحر وصلنا إلى نهاية النشرة الجوية لنخر اليوم نختمها كالعادة بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس بإذن الله الشروق بالجزائر العاصمة وضوحيها لنهار الغد سيكون على ساعة سابعة و28 دقيقة متابعة ممتعة مع بقية برامج البلاد في أمان الله موسيقى